موسيقى أنهت أمانة عمان الكبرى أعمال الصيانة لمناهل تصريف مياه الأمطار وتفقد العبارات وذلك من أجل تفادي تكرار ما حدث خلال العصفة الرعدية الأخيرة من تراكم للمياه وتشكل للسيول في شوارع العاصمة المزيد من التفاصيل مع علي الأعرج استعدادات متواصلة لأمانة عمان الكبرى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة إذ أن الأمانة انتهت من تحديد مواقع شهدت مشاكل كبيرة في تصريف مياه الأمطار خلال المنخفض السابق بهدف عدم تكرار ما حدث مؤخرا أجهزة الأمانة تفقدت مناطقها الاثنتين والعشرين وصيانة بنيتها التحتية بما في ذلك مناهل تصريف مياه الأمطار ومعالجة مواقع جرافات التربة وجرايان المياه إضافة لتفقد العبارات الصندوقية ومجاري الأودية عملنا على 24 ساعة خلال مدة الماضية الحمد لله يعني المناهل اللي كان فيها طباطع في تصريف مياه الأمطار تم إعادة تأهيلها وكذلك الأنفاق ومداخل الأنفاق حاليا هناك فيه عنها حوالي 16 موقع مداخل الأنفاق سيكون تواجد مستمر لسيارة ديانة مع أربع عمال وطن مع مضخات وتجهيز كامل لحال حدوث أي طارئ لا سمح الله ورش أمانة عمان على أهبة الاستعداد منذ يوم أمس فقد تم توزيعها على 15 نفق مروري تعمل على مدار الساعة تحسبا للحالة الجوية المتوقعة وتضم كل ورشة إضافة إلى مسؤول الشف أربعة عمال يحملون مضخة لسحب المياه وأدوات يدوية لازمة تم تفويض مدرع المناطق الـ 22 باستعجار آليات من القطاع الخاص وتعاون القطاع الخاص معنا في حال أنه تعطلت آلية لا ينتظر أنه والله صيانتها أو تصليحها أو في حالة مثلا بنشر أو أي أمور أخرى استدراكا لأي تفاقم في موقع ما سحب مياه سحب مثلا أطربة أو أنقاض تواجدات أهابت أمانة عمان الكبرى بالمواطنين ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق الواقعة أسفل منسوب الشارع لضمان عملها في حال ارتفاع منسوب المياه وضرورة تأمين مواد البناء من أمام المباني والمشاريع قيد الإنشاء لمنع جرافها إلى شبكة تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المركبات المستخدمة في الأجواء الماطرة وعدم المخطرة بالدخول إلى تجمعات المياه بالسيارات وذلك تفاديا لتعطلها والتسبب بأزمات مرورية علي الأعرج رؤيا